موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار السادسة من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزائل ومؤساة إلى العقيد محمد علي محضار قاسم وإخوانه بوفاة والده المناظل اللواء علي محضار قاسم بن حلموس اليافعي وأشار فخامة الرئيس في برقية إلى ملاقب الفقيد الوطنية والنضالية وأدواره في الدفاع عن الثورة اليمنية والانتصار لها معبران خالص العزاء والمؤساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا لمولا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزائل ومؤساة في استشهاد البطل النقيب عمر محمد الريدي وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهة نهم وأشهد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد عمر الريدي وتضحياته الجسيمة التي توجه بالشهادة وأدواره البطولية التي سطرها مع رفاقه الأبطال في مختلف ميادين الشرف والفداء دفاعا عن الوطن وكرامته ضد الميليشيات الحرثية المدعومة إيرانيا مشيرا إلى اللحظات الأخيرة التي وثق شهيد للأجهال وعبر فيها عن إخلاصه وحبه لدينه ووطنه وإيمانه بعدالة قضيته وعبر نائب الرئيس في البرقية التي بعث إلى أسرة الشهيد ومحبيه وزملائه وكافة آل الريدي عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في سيح جناته وأن يلهم أهلا وذويها الصبر والسلوان أشهد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك بالدور التنويري لعدد من المفكرين ومثقفين والباحثين المصريين في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في معركتهم المصرية والوجودية للسعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لتحقيق السلام والاستقرار والتعريف بمخاطر هذه الحركة الفاشية على حاضر ومستقبل اليمن والخليج والمنطقة العربية بشكل عام جاء ذلك خلال لقاءه في العاصمة القاهرة على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية نخبة من المثقفين والباحثين والمفكرين المصريين الذين تبادل معهم الرؤى والأفكار حول مجمل التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وتشخيص تداعياتها في الحاضر والمستقبل وأليات التعاطي معها وركز اللقاء على الحرب التي يخوضها الشعب اليمني لاستكمال السعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا والجهود المبذولة لتوحيد صف الشرعية وتجاوز التماينات من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وبما يساعد على إجهاض المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي لما لهذا المشروع من مخاطر على الأمن القومي العربي وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندبة كما جرى تحليل التحركات والتدخلات غير العربية في المنطقة والمصالح المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة هذه التدخلات وكذا أداء الأمم المتحدة في اليمن والدور والموقف المصري الداعم للشرعية اليمنية وما يمكن القيام به على المدى القصير لحماية سياج المصالح وتفادي المخاطر المشتركة وتحقيق أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقدم رئيس الوزراء حاطة شاملة ومكثفة حول الملف اليمني بكافة تعقيداته وما تبذله الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للتعاطي مع التحديات وتجاوزها حتى تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مشيرا إلى خطورة الميليشيات الحوثية كحركة فاشية وارتباطها بإيران التي تستخدمهم كذراع لها لابتزاز المجتمع الدولي لافتا إلى استدامة كل محاولات الحل السياسي برفض وتعنط ميليشيا الحوثي والخيارات البديلة لدى الشرعية والتحالف الداعم لها وطرح المفكرين والمثقفين والباحثين وطرح المفكرين والمثقفين والباحثين ونذي لهم كتب وكتابات وأبحاث كثيرة عن اليمن في مختلف الجوانب عدد من التساؤلات حول تطورات الأزمة اليمنية ورؤاهم الاستشرافية لكثير من القضايا المتصلة بها وتشارك في الوصول إلى رؤى ومفاهيم تساعد على استجلاء تعقيدات الملف اليمني وما يمكن أن تقدمه مصر على المستوى الرسمي والشعبي في هذا الجانب مغربين عن تقديرهم لما طرحه دولة رئيس الوزراء أمامهم من رؤية شاملة لم تقتصر على التشخيص فقط بل تتضمن آليات ومخارج عملية يمكن البناء عليها للسير نحو السلام والتعافي والسعادة الدولة اليمنية حضر اللقاء وزيري الخارجية محمد الحضرم والإعلام محمد الإرياني وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيسبا حارثة ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعاهدات مانحين ودعم سياسات الإصلاحات على قاسم ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني مع وزير الكهرباء والطاقة المتجدد المصري الدكتور محمد شاكر مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال الطاقة المتجددة وكيفية تحسين كفاءة الطاقة وفي اللقاء أشاد وزير الكهرباء بالإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء بمصر وبالخبرات والكفاءات المصرية في هذا الجانب مشيرا إلى رغبة بلادنا الاستفادة من الخبرات المصرية المشاركة للمشاركة في إعادة بناء وتهيل بنية التحتية لقطاع الطاقة والتي تعرضت للتدمير بسبب الحرب بدوره أكد الوزير المصري العمق الروابط والعلاقات الاقتصادية وتجارية والاجتماعية التي تربط البلدين الشقيقين مبديا استعداد وزاراته لتقديم كافة المساعدات والدعم الفني في المجالات التي يحتاجها قطاع الكهرباء في اليمن وكذا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب والبدء في تنظيم دورات تدريبية أونلاين خلال أربعة أسابيع وقرر لقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات بلادنا والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعم وتطوير منظومة الكهرباء في اليمن ناقش وزير شؤون المغتربين المهندس عروي بافقيه مع وزيرة الهجرة المصرية نبيلا مكرم أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر وذلك في إطار المباحثات الموسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي استهدفت مزيدا من التعاون بين البلدين في عدد من الملفات الهامة وإجراء الاتفاق على العمل معا وبتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى لحل أي إشكالية تواجه أوضاع اليمنيين المقيمين بمصر كما اتفق على التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في التعاون مع الجيلين الثالي والثالث من أبناء المصريين بالخارج والخطوات التي اتخذت أو اتخذت لربطهم بوطنهم العم وتحصينهم من أي أفكار متطرفة وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية بالتعاون مع علمائها وخمرائها بالخارج من خلال سلسلة مؤتمرات مصر وتستطيع وعبر بافقي عن تقدير وعبر بافقي عن تقدير حكومة لما يقدمه الجانب المصري من اهتمام ورعاية لليمنيين المقيمين في مصر ومن جانبها أشارت الوزير المصري إلى توجيهات قيادة بلدها بتقديم الدعم والرعاية للمقيمين اليمنيين بمصر معبرة عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية بإعادة العالقين المصريين في اليمن بداية الأحداث التي شهدتها اليمن ترجمة نانسي قنقر أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل حالتي وفا و13 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل حالتي شفاء وتعافي وقالت اللجنة أن محافظة شبوة سجلت حالتي وفا وحالة تعافي واحدة لتصل بذلك عدد حالات الوفاء في شبوة إلى 31 حالة وفا من إجمال 121 حالة مسجلة في المحافظة بينما بلغت حالات التعافي 74 حالة تعافي وشفاء وأضافة اللجنة أن محافظة حضر موت سجلت 13 حالة إصابة جديدة وحالة تعافي واحدة ليرتفع بذلك عدد الحالات في حضر موت إلى 625 حالة منها 188 حالة وفا فيما بلغت حالات التعافي 147 حالة تعافي وبهذا يصل إجمال الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى 1619 حالة مسجلة بينها 447 حالة وفا فيما بلغت حالات التعافي 714 حالة تعافي حتى الآن هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في ملاطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدر على التحقق من الأرقام الفعلية أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس كورونا 14 مليون و900 ألف حالة منها ما يزيد عن 615 ألف حالة وفا فيما بلغت حالات التعافي أكثر من 8 ملايين و900 ألف حالة تعافي وشفاء شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم شرعي عدة غارات جوية سهدفت من خلالها تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جبهة نهم وذكرت بصادر عسكرية إن الغارات أصفرت عن تدمير آليات والسقوط قتل وجرحة في صفوف الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة كما علنت قوات الجيش الوطني عن إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثية في جبهة نهم شرقي صنع تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لهجومين متزامنين شنتهما ميليشيا الحوثي على مواقعهما جنوب الحديدة وقال مصدر عسكرية القوات المشتركة تمكنت من صد هجومين مفصلين لميليشيا الحوثي في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي بالحديدة وأوضح المصدر أن قواتهم تصدت لهجومين في الدريهمي والجاح ببيت الفقيه وكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتادة هذا وقد قتل 12 من عناصر الحوثي بينهم 9 قلاصة في محاولات تسلل في ذات الموقع يوم الأحد الماضي شهدت جبهات مريس مواجهة عنيفة بين قوات المشتركة وميليشيات الحوثي التي حاولت تتسلل إلى مواقع وينان والزيلة في القطاع الغربي لجبهة مريسة وتمكنت القوات المسلحة المشتركة من حباط وكسر محاولة الميليشيات بالتقدم وكبدتها قتل وجرح أجبرت على إثرها الميليشيات بالتراجع والفرار وكارت القوات المشتركة قد رصدت تحركات لمجاميع من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران خلال محاولتها التسلل وردت عليها حسب قواعد الاشتباك وصدتها من التقدم على الجبهة بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد وصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاما يدعى مالك ماجد عبد الكريم بإصابات متفرقة إثر انفجار لمقذوف من مخلفات ميليشيات الحوث الإرهابية في منطقة بوريس شمال الظالع ونقل المركز الإعلامي لمحور الظالع أن الطفل أصيب عندما كان يقوم برعي الأغنام في أحد الجبال وضف مصدر في مستشفى النصر العام الذي نقل أو نقل إليه الطفل أن الطفل أصيب في الأنف والقدمين وكذلك فقد إصبعين وكسور في اليد اليمنى وذكر النصر أنه أجريت له عمليات لإخراج بعض الشضايا فيما لازالت بعضها عالقة ويرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج في الختام أشكركم على حسن استماع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة